اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ان تمكن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابع الصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من احتواء جائحة فيروس كورونا والحد من تفشيها بوصولها الى مستوياتها الدنيا الامنة ويعكس النجاح الباهر الذي حققه البرنامج الوطني للتطعيم وقال معالي ان القرارات الصائبة والمدروسة التي اتخذها في الوقت المناسب الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتي كان من بينها اتاحة مختلف انواع اللقاحات المضادة للفيروس على نطاق واسع اكسب البرنامج ثقة المواطنين والمقيمين اذ بلغ عدد من تلقوا الجرعة الاولى من مختلف اللقاحات اكثر من مليون ومائتين وواحد واربعين الف شخص جاء ذلك لدى لقائي معاليه سعادة سيد ليو جينج تشين رئيس مجلس ادارة شركة تشاينا نيشنال بايوتيك جروب سينوفارم الشركة الصينية المتخصصة في مجال تصنيع الادوية وخلال اللقاء اعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة عن شكره للجهود التي ساهمت بها شركة سينوفارم جنبا الى جنب مع الجهود الدولية الاخرى في تخليص البشرية من جائحة فيروس كورونا مشيدا في الوقت نفسه بالشراكة التي اقامتها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والتي ساهمت في نجاح التجارب السريرية الثالثة في مملكة البحرين ومختلف دول العالم ونوها معاليه في هذا الصدد بعلاقات الصداقة التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية الصين الشعبية الصديقة وما يشهد التعاون بينهما من نوع مضطرد في مختلف المجالة بما في ذلك التعاون في القطاع الصحي من جنبه اعرب رئيس مجلس ادارة شركة شاينا نيشنال بايوتيك جروب سينوفارم ومعا شكره وتقديره لمملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم واهتمامي ومتابعة سمو لعهد رئيس مجلس الوزراء على ما اولته من حرص على صحة وسلامة المجتمع المحلي والدولي اثناء فترة جائحة فيروس كورونا